اشتركوا في القناة الفيلم الشهير الذي كان بداية المشوار العالمي للفنان المصري عمر الشريف والذي ترشح من خلاله لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن شخصيته في هذا الفيلم كما حصد الفيلم سبع جوائز أوسكار تقع أحداث الفيلم في شمال شبه الجزيرة العربية تحديدا في الأردن والشام والحقيقة أن العديد من المشاهد الهامة قد تم تصويرها في الأردن والمغرب بالإضافة لبعض اللقطات التي تم تصويرها في قصر آيت بن حدو الذي أصبح أكثر مواقع التصوير المفضلة لمخرجي الأفلام بعد ذلك وقد سجلته منظمة اليوسكو ضمن التراث الإنساني العالمي سلسلة أفلام حرب النجوم ستار وورز سلسلة الأفلام الملحمية تحكي عن صراعات تحدث في مجرة بعيدة ولم يقتصر الأمر على اختيار مخرج الفيلم لتونس كي يصور فيها أجزاء من سلسلة الأفلام وحسب فقد قرر أيضا أن يسمي أحد كواكبه الخيالية على اسم مدينة تطاوين حيث تم تصوير مشاهد هذا الكوكب صور في تونس أربعة أفلام من السلسلة فقد ظهرت في الجزء الأول من الثلاثية الأصلية عام 1977 وكل أفلام الثراثية الحديثة التي بدأت منذ عام 1999 يتصدر هذا العمل غالبية قوائم الأفلام الأكثر رعبا يفتتح الفيلم بمشهد لشروق الشمس مصحوبا بصوت الأذان ثم تبدأ أحداثه من مدينة الحضر إلى ثرية شمالي العراق حيث يعثر أحد القديسين هناك على تمثال لأحد الشياطين صورت بعض لقطات الفيلم في مدينة الموصل قبل أن تنتهي صلته بالعراق تماما وينتقل بالمشاهد إلى واشنطن استضافت إمارة أبوظبي مشاهد من الجزء السابع لسلسلة أفلام السباقات الشهيرة وهو أحدث أفلام هذه القائمة وسيكون باستطاعتك أن تميز أثناء مشاهدتك للفيلم عدة معالم لا بوظبي مثل برج الاتحاد وقصر الإمارات سلسلة أفلام أنديانا جونز في أحداث الجزء الأول من السلسلة الذي أنتج عام 1981 يصل عالم الآثار جونز إلى مصر أثناء بحثه على التابوت الضائع في محاولة لإيجاده قبل النازيين على الرغم من ذلك فقد فضل المخرج ستيفن سبلبرغ أن يصور المشاهد التي تحدث في مصر بتونس بدلا منها وذلك لخبرتها بالأماكن هناك بعد تصويره لفيلم حرب نجوم واختيرت مدينة القيرواني هذه المرة لتمثل القاهرة كذلك تم تصوير مشاهد عديدة من الجزء الثالث للسلسلة في مدينة البتراء الأردنية المصارع المشهد الذي يتم فيه بيع ماكسيموس في سوق العبيد في فيلم المصارع الشهير تم تصويره في إقليم وورزازات بالمغرب حيث تم تشهيد قرية أفريقية هناك والتي تسابق المخرجون العالميون للتصوير بها فيما بعد تروي الفيلم الشهير المقتبس عن ملحمة الإيلاثة الإغريقية والتي تحكي قصة حصار طروادة صور جزء كبير منه بمدينة وورزازات بالمغرب كذلك أليكسندر ملحمة تاريخية تم إنتاجها عام 2004 يروي قصة حياة الأليكسندر ويستند الفيلم في أغلب أحداثه إلى كتاب الإيسكندر الكبير المكتوب من قبل الكاتب المؤرخ روبين لين فوكس وتم تصويره بالمغرب تم تصوير الجزء الثاني من الفيلم في مدن مصرية ووردنية بين منطقة الأهرامات والصحراء المجابرة لها والأقصر في مصر ومدينة البتراء والبحر الميت في الأردن إحدى أجزاء سلسلة المهمة المستحيلة أشهر أفلام الحركة والتشويق حيث حظيت أجزاؤه الثلاثة السابقة بإقبال جماهرين واسع في مختلف أنحاء العالم تم تصوير بعض مشاهد الفيلم في برج خليفة الذي يعد أعلى ناطحة سحاب في العالم ومدينة ميدان التي تضم أكبر مضمانا للخيول في الشرق الأوسط إضافة إلى صحراء الإمارة وبعض شوارعها الرئيسية كما قدم كروز لحاكم دبي لوحة الكلاكت المستخدمة في تحديد بدايات المشاهد في التصوير السينمائي وقد حملت توقيع نجوم العمل كما قد نقش عليها اسم الشيخ محمد بن راشد تعبيرا عن العرفان بالجميل والشكر للدعم والرعاية لصناع الفيلم إليكم أفضل عشرة أفلام عرضت في عام 2015 طبقا لموقع IMDB الموقع الأشار عالميا في تقييم الأفلام في المركز إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن